دي حاجة حاجة تانية النهاردة طيب دي يا جماعة لقطات حصرية دي دي قبل ما رح لكم للتانية لقطات حصرية لينا ومباشرة لفرحة ريال مدريد بالفوز جميل ريال مدريد بالفوز اليوم بدوري أبطال أوروبا لقطات مباشرة وحصرية لينا هنا في رقم عشرة سبحان الله كان زماني اللوقتي عاد فرحم بقى أنا ومبسوط وبطيع بس المشكلة إنها جت في صلاح يعني رح كان مفوض يفرح لريال مدريد النهاردة بس هي جت لصلاح يعني في كل أحوال فريق عظيم فريق كبير فريق أسطوري يبغت بجماهيره حول العالم الفريق الأكثر شعبية في العالم الفريق اللي دايما دايما في العلالة اللي دايما كبير بنجوم بنغير نجوم بأسماء كبيرة بأسماء مش كبيرة بفريق بترحل منه عناصر مهمة بفريق يعني بتفضله عناصر مش مهمة دايما ريال مدريد فريق كبير وفريق رائع جدا شايفين الجمال شايفين اللي احتفالات شايفين الروعة دي الروعة بس اللي حصل بقى النهاردة قبل المباراة ما كانش فيه أي نوع من أنواع الروعة خالص احتكاكات واشتباكات وناس بتنط من عصور وناس بتخش من غير تذاكر وناس بتضرب بعض وحاجات ما بنشوفهاش في أي حد شفناها فين في باريس ملعب أو على حدود ملعب المباراة النهاردة مباراة ريال مدريد وليفربول المباراة اتجلت نص ساعة عشان الأزمات اللي كان بتحصل خارج الملعب أزمات ومشاكل غريبة طبعا الناس يعطي التهزر الحمد لله ما نبصش بقى على اللي بيحصل في أوروبا احنا ما عندناش الكلام ده الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني لحما ده ما نقاطعش يعني عشان الناس تفضل هادية والتعصب عندهم أكبر من التعصب عندنا هو مشكلة أن التعصب في الكرة موجود في كل حتة في العالم في كل حتة في العالم وما فهوش أصلي يعني إيه ما تدرج تكنترول عليه مية في المية مهما عملت مش هتكنترول عليه مية في المية الأهم أنه التجاوزات يبقى لها حدود اللي حصل النهار طبعا التجاوزات مش مقبولة بلا حدود بس يعني ما همش هتعرف تشيء تتعصب يعني كلهم ننصح الجماعة بلاش تتعصبوا بلاش تتنرفزوا حبوا فريقكم بس استمتعوا وده حقيقي يعني استمتعوا دي لعبة استمتعوا على قد ما تقدروا ما تروحش تتنرفز وتتعصب وتتخاني وتعمل مشاكل وانت راح أصلا تنبسط يعني في الأصل انت رايح دفع تسكارة المباراة عشان تنبسط النهاردة اللي قطعت اهو قدام حضراتكم الشغب وتدخل الشرطة ليه فض كثير من الاشتباكات والدخول دون تزاكر في هذه المباراة تعرفين تزاكر على فكرة واحدة من الحاجات اللي خلت النهاردة النصح تتعصب انت سكارة الفاينال دي وصل ثمنها عشر تلاف يورو رقم خرافي رقم خرافي يعني اشتحضر المباراة فالموضوع كان صعب جدا مش مفهوم النهاردة الناس قعدت تهزر وتعمل كوميكس وحاجات كده كتير بس كل أحوال ربنا يبعد عننا هذا الشرور شرور التعصب في الكرة وان كان يعني غزبا عن الكل حتى الجمهين الانجليزي اللي مفهوطوا تتطوروا جدا وعندهم أعظم دوري في العالم لسه متعصبين جدا في إيطاليا نفس الأمر في أسباليا نفس الأمر بس عدينا منحاول يعني عدينا منحاول لعله وعزم ترجمة نانسي قنقر